تسع أفكار لمشاريع صغيرة مربحة جداً وغير مكلفة امتلاك مشروع مربح حلماً يستحوذ على تفكير الكثيرين لكن معظمهم يصدم بحاجز رأس المال والبعض الآخر يرى أن الإشكالية تكمن في إيجاد فكرة مشروع ناجح في هذا الفيديو سنعرض مجموعة أفكار لمشاريع صغيرة مربحة جداً وغير مكلفة لكن قبل ذلك دعنا نذكرك أن بدء مشروع تجاري لا يكون بكل ما تملكه من مال فقد لا ينجح المشروع فتكون هنا الخسارة أكبر ثانياً عليك دائماً أن تقوم بإنجاز دراسة جدوى شاملة بهدف امتلاك خلفية متكاملة حول المشروع وهذا سيساعدك على مضاعفة فرص نجاحك ويقلل من الخسائر في حال فشل مشروعك لا قدر الله تسعة مشاريع صغيرة تصلح أن تكون عملاً جانبياً أو إضافياً بجانب عملك الأساسي كما لا تحتاج إلى خبرة كبيرة إذا كنت غير مشترك بالقناة فاشترك الآن وفعل الجرس ليصلك كل فيديو جديد 1. تنظيف الشقق وسلالم العمارات مشروع تجميع أكثر من عشر عاملات نظافة ثم تقوم بعمل إعلانات من أجل تنظيف الشقق وسلالم العمارات باشتراك شهري مشجع رغم أنها تعتبر مشروعاً صغيراً لكنها مربحة جداً فكرة مصغرة لشركات النظافة الشركات الموجهة للإدارات والمؤسسات الحكومية وفكرتنا هذه موجهة للعمارات والإقامات 2. مشروع بيع الأثاث المستعمل يزداد الإقبال على الأثاث المستعمل وهذه فرصة للتجارة في الأثاث المستعمل تقوم الفكرة على شراء الأثاث المستعمل وإعادة بيعه بنفس حالته أو بعد صيانته وتجديده تحتاج إلى موقع مناسب وطريقة عرض وترتيب جذاب ما يجعل هذا العمل من المشاريع المربحة أنه لا يتطلب مهارات خاصة أو أجهزة استثمار أولي منخفض نسبياً وتكاليف تشغيل شهرية منخفضة هامش ربح جيد 3. تصنيع العطور يمكنك تعلم طريقة تصنيع العطور وشراء المواد الخام وصناعتها بنفسك وبيعها وهي تحقق أرباحاً جيدة ويمكنك البيع للأقارب والأصدقاء والجيران ويمكنك توزيعها على محلات الحلاقة أو كوافيرات السيدات نظراً للإقبال الشديد عليها 4. تجارة الإكسسوارات التقنية 5. الكماليات والملحقات التي تكمل عمل أحدث الكمبيوترات المحمولة والهواتف والأجهزة الإلكترونية الصغيرة المحمولة كل هذا يكون لها سعر أكبر حين تبعد عن مكان تصنيعها في مختلف البلاد وهذه السلع يجري تصنيعها بغرض البيع بالجملة ولذا يكون سعرها رخيصاً ويسهل شراء كميات كبيرة منها الأمر الذي يسهل إعادة بيعها بسعر متوسط يضمن تحقيق ربح كاف 5. تصنيع إكسسوارات السيارات إذا كنت تبحث عن مشاريع مربحة وغير مكلفة فإن هذه الفكرة تعتبر جيدة جداً يمكنك صناعة ميداليات ورسومات وإكسسوارات أخرى في أماكن متفرقة في السيارة وتسويقها لمحلات قطع الغيار واكسسوارات السيارات فهذه كثيرة جداً وتباع بأسعار جيدة وصناعتها ليست مكلفة 6. خدمات الترجمة في اقتصاد يتجه بوتيرة سريعة نحو العولمة يزداد الطلب على خدمات الترجمة وهي خدمات يحتاجها الأفراد والشركات لغايات خاصة أو تجارية بالنسبة للشركات هي بحاجة دائماً للتواصل مع العملاء والشركات من حول العالم كما تحتاج إلى الترجمة في مجال التسويق والمحتوى الذي توفره الشركات على مواقعها الإلكترونية 7. تنظيم الحفلات والمناسبات ليس تنظيم حفلات الزفاف هو الجانب الوحيد الذي يقوم عليه العمل في تنظيم الحفلات بل هناك العديد من المناسبات الأخرى والتي يمكن أن تعمل منظماً لها لا تنسى أنه يمكنك تحديد خط معين والعمل به بشكل حصري كأن تكون منظماً لحفلات أعياد الميلاد فقط أو ترعى مؤتمرات الأعمال وتقدم كل ما يحتاجه المؤتمر ليحقق النجاح 8. استئجار بدلات وفساتين الحفلات فستان لكل مناسبة أصبح ثقافة فالجميع اليوم نساء ورجال يفضلون في كل مناسبة استئجار بدلة أو فستان بدلاً من شراء ذلك الفستان من المعروف أن أسعار مثل هذه الفساتين مرتفعة ولا يمكن ارتداؤها كثيراً بل فقط في المناسبة 9. التجارة الإلكترونية كسب المال من الإنترنت عبر التجارة الإلكترونية هو نوع من أنواع التجارة الحديثة التي تعتمد على دور شبكة الإنترنت في دعمها من خلال تقديم مجموعة من الوسائل والأدوات المفيدة في العديد من المجالات التجارية وتشمل على الإعلان عن المنتجات والسلع من خلال إنشاء مواقع إلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ختاماً انتبه أن يكون اختيارك لمشروع ما مجرد تقليد للآخرين كما يفعل الكثيرون حين يحاولون تقليد مشاريع ناجحة دون مراعاة اختلاف الظروف وإذا كنت مصراً على التقليد فعليك البدء من حيث انتهى الآخرون من تطوير وتحسين فالسوق لا يرحم والمستهلك أذكى من الجميع إذا كنت غير مشترك بالقناة فاشترك الآن وفعل الجرس ليصلك كل فيديو جديد